أنهى مانشستر يونيتد الإنجليزية الفصل الأول من دور ربع نهائي لمسابقة الدور الأوروبي لكرة القدم بأفضلية واضحة بعد فوزه خارج ميدانه ذهابا على غرناطا الإسباني ويبدو أن المغامر القاري الأولى لغرناطا تصل إلى نهايتها بعدما خسر على أرضه أمام المانشستر بهدفين نظيفين في وقت عزز الأخير حدوده بمواصلة مشواره نحو الفوز بلقبه الأول منذ 2007 حين تويج بطلا لهذه المسابقة بالذات وبعدما تخطى صدمة الخروج من الدور الأول لمسابقة دور أبطال أوروبا يواصل اليونيتد بقيادة مدربه النرويجي سولسكاير مشواره الموفق في المسابقة القارية بعدما أقصى ريارسوسيداد الإسباني وميلان الإيطالي